لأن للثانية الواحدة أهمية في الإنقاذ فإن المعنيين في الطوارئ الطبية وتحديدا مركز الإسعاف الجوي لا يدخرون جهدا بتسخير كافة الإمكانات لنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى خاصة من الأماكن البعيدة نحن في الوضع الحالي في زحمة وفي سيارات الإسعاف الأرضية صعبة جدا توصل بالوقت هذا فإحنا تقريبا في بعض البلاغات ناخذ ثلاثة لأربع دقائق على ما نوصل المكان وعلى ما تشيل المريض وتوصل المستشفى ثلاثة أربع دقائق فهذا يعني إنجاز صراحة لدينا مهابط في حاليا في جميع مستشفيات الحكومية وفي طبعا مهابط مفرقة مثلا خنقول بالجزر بالأماكن الحدودية جهود جبارة كبيرة تبدل من قبل الجنود المجهولين في مركز الإسعاف الجوي لإنقاذ حياة المصابين وفيما تنتشر المهابط في المستشفيات لاستقبال الحالات عبر الإسعاف الجوي فإن انتشار المناطق والمدن استوجب تحديث وزيادة عدد طائرات الهليكوبتر أربع طيارات موجودة منهم ثنتين 24 ساعة مع كرو كامل مع طاغم كامل اللي يمكن تراوحها داع الشخص يبدأ كل 24 ساعة نعم فالكرو كامل وطيارات كاملة وإذا كانت فيه أكثر من بلاق تطلع طيارتين في نفس الوقت مواسم البر تلقاها في البر تلقاها أكثرها في منطقة الصبوية منطقة العبدالي مثل وقتنا هذا في الصيف أكثرها تكون على البحر تكون في الخيران تكون خيران تكون من يصيب فأكثر بلاغة تكون شديدة في هذه طاقم طبي مؤهل للتعامل مع البلاغات الطريقة لنقل أي حالة حرجة للمستشفى القريب اختلاف بسيط بين المسعف الأرضي والمسعف الجوي أن في المسعف الجوي عنده دورة الأسعاف الجوي كيف يتعامل مع طيران الهليكوبتر وكيف يتحمل الضغط وتحمل ارتفاعات وكيف يتعامل مع الأجهزة الموجودة لداخل الهليكوبتر حتى عند ذلك المسعفين الأرضيين يأخذون دورات كيف يتلقي المصاب من الهليكوبتر نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية قل نظيرها في العديد من دول العالم والهدف وصول بوقت قياسي قد يشكل فارقا في إنقاذ الأرواح لتلفزون المجلس رياض العبادي